مع انتقال كريم بنزيمة للحياة في المملكة العربية السعودية بعد انضمامه لاتحاد جدا بدأ الحديث عن عاداته الإسلامية وارتباطه بالدين الإسلامي خاصة بعد تأكيده أن كونه مسلماً كان له دوره في حسم الصفقة وبالحديث عن إسلام بنزيمة كشفت صديقته الأمريكية جوردان أوزونا اعتناقها الإسلام رغم أنهما لم يعلن الزواج حتى الآن وتحدثت عن كواليس هذا الحدث وكتاب غير حياتها على مدار سنوات طويلة قضاها النجم الفرنسي كريم بنزيمة في الملاعب الأوروبية كان دائماً ارتباطه بالإسلام لافتاً لأنظار الجميع خاصة وأنه كان حريصاً على آداء شعائر الدين الإسلامية بنزيمة في مسيرته الطويلة في أوروبا كان يحرص على صيام شهر رمضان وتحدث في العديد من المناسبات عن أهميته هذا الشهر بالنسبة إليه وتأثيره في مسيرته ومع انتقاله إلى اتحاد جد السعودي أكد بنزيمة في حواره الأول بعد إتمام الصفقة أن كونه مسلماً كان سبباً رئيسياً في اختياره التواجد في المملكة العربية السعودية رغم امتلاكه عرضاً للبقاء في ريال مدريد ومع تألقه الكبير زاد الحديث مؤخراً عن صديقة بنزيمة والتي لم يعلن الزواج منها حتى الآن رغم التزامه بتعاليم الإسلام وكون أبنائه على الدين الإسلامية وكشفت العرضة الأمريكية جوردان أوزونة صديقة بنزيمة كواليس اعتناقها للدين الإسلامي وهو الحدث الذي شهدته العاصمة الإسبانية مدريد وقبل الانتقال إلى السعودية جوردان أكدت أنها مطلعة وتحب القراءة وفي إحدى المرات قرأت كتاباً بعنوان الطريق المقدس إلى الإسلام الذي يتحدث عن أحد الأشخاص الذين اعتنقوا الدين الإسلامية وأشرت إلى أن هذا الكتاب غير حياتها وتفكيرها تماماً وهو ما دفعها للقراءة عن الإسلام والتعرف عليه لتجده ديناً رائعاً بحد وصفها قبل أن تقرر اعتناقاً وعن لحظة دخولها الإسلام أكدت أن هذا حدث في أحد المساجد بالعاصمة الإسبانية مدريد وأنها بكت بشدة عند نطق الشهادتين لتعلن إسلامها وهو ما كان يتكرر عندما تقرأ القرآن خاصة في شهر رمضان قد يكون دخول العارضة الأمريكية لإسلام هو الخطوة الأولى لإعلان زواجها أخيراً من كريم بنزيمة خاصة وأن النجم الفرنسي كان متأثراً بالإسلام بشدة منذ أن كان في أوروبا وجود بنزيمة في السعودية قد يجعل الأمر أسهل إذ أنه وخلال الأيام الماضية حرص على آداء شعائر العمرة ثم الحج كما أن صديقته أصبحت مسلمة بالفعل كما كشفت هي بنفسها وخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية انضم كريم بنزيمة إلى صفوف اتحاد جدة السعودي قادماً من ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي الملكي بنزيمة وقع عقداً يمتد حتى ثلاث سنوات مقبلة مع اتحاد جدة أي أن عقده ينتهي في 2026 فيما يحصل بموجب هذا العقد على 100 مليون يورو في الموسم الواحد ترجمة نانسي قنقر